بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين أما بعد سورة الإخلاص أربع آيات مكية يقول ربنا جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقبل الخوض في تفسير هذه الصورة لابد من مقدمة نتحدث فيها عن فضائل هذه الصورة وأسمائها اشتهر في الأحاديث أن قراءة هذه الصورة تعادل قراءة ثلث القرآن ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من جميع الشرائع والعبادات معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله وهذه الصورة مجتملة على معرفة الذات فكانت هذه الصورة معادلة لثلث القرآن ولها العديد من الأسماء وهي كالآتي صورة التفريد وصورة التجريد وصورة التوحيد وصورة الإخلاص وصورة النجاح وصورة الولاية وصورة النسبة لما روي أنها نذلت جوابا لسؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له فنسب لنا ربك فنذلت هذه الصورة وسميت بصورة المعرفة وصورة الجمال والصورة المقشقشة والمعوذة وصورة الصمد أو الصمدية وصورة الأساس والصورة المانعة والمنفردة والبراءة والصورة المذكرة ونأتي إلى التفسير قال تعالى قل هو الله أحد وفيه مسائل المسألة الأولى اعلم أن معرفة الله تعالى جنة حاضرة إذ الجنة أن تنال ما يوافق عقلك وشهوتك ولذلك لم تكن الجنة جنة لآدم لما ناذع عقله هوى ولا القبر سجنا على المؤمن لأنه حصل له هناك ما يلائم عقله وهوى ثم إن معرفة الله تعالى مما يريدها العقل والهوى معا فالعقل يطلب معرفة المولى ليشكر له النعم الماضية والحاضرة والهوى يطلب معرفة المولى ليطمع منه في النعم المتربصة فلما عرفاه كما أراده عالما وغنيا تعلق بذاته وسألوا عنها أي عن ذات الله فقال الله مجيبا للعقل والهوى قل هو الله أحد أي يكفيك أن تعرف هذا الآن واعلم أن الواحد والأحد ليس إسمين متراضفين فلا يوصف شيء بالأحادية غير الله تعالى فلا يقال رجل أحد ولا درهم أحد ولكن يقال رجل واحد فأحد هي صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها شيء فلا أحد إلا الله ومن الفرق اللغوية بين الواحد والأحد وجوها أحدها أن الواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه وثانيها أنك إذا قلت فلان لا يقاومه واحد جاذ أن يقال لكنه يقاومه إثنان بخلاف الأحد فإنك لو قلت فلان لا يقاومه أحد لا يجوز أن يقال لكنه يقاومه إثنان وثالثها أن الواحد يستعمل في الإثبات والأحد في النفي تقول في الإثبات رأيت رجلا واحدا وتقول في النفي ما رأيت أحدا فيفيد العموم ووردت لفظة أحد نكرة لتفيد التعظيم أما المسألة الثانية اعلم أن قوله تعالى هو الله أحد ألفاظ سلاثة وكل واحدة منها إشارة إلى مقام من مقامات الطالبين فالمقام الأول مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله وهؤلاء هم الذين نظروا فما رأوا سوى الله فإن قيل لأحدهم قل قال هو الله أحد وقوله هو إشارة مطلقة والإشارة وإن كانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معينا قد شاهدوا إبداعه بعيون عقلهم وعرفوه إن صرف ذلك المطلق إلى ذلك المعين في عقولهم وهو الحق سبحانه فإن قيل لأحدهم قل هو أكمل فقال الله أحد وهؤلاء هم الملائكة تحديدا ومن صفي فاصطفيا المقام الثاني وهو مقام أصحاب اليمين وهو دون المقام الأول وذلك لأن هؤلاء شاهدوا الحق موجودا وشاهدوا الخلق أيضا موجودا فحصلت كثرة في الموجودات وشيء من الحيرة والتيه فإن قيل لأحدهم قل قال ما أقول فإن قيل له قل هو قال ما هو ولأي شيء تشير فهؤلاء يحتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة هو بلفظ الجلالة الله فعلمهم ربهم ما يقولون يقولون قل هو الله أحد وهؤلاء هم المؤمنون الذين هم في دراجات العلم والطرق فقيل لأجلهم هو الله لأن الله هو الموجود الذي يفتقر إليه ما عاداه ويستغنه عن كل ما عاداه وقد تأملت في كلمة قل وقولة قل في أكثر القرآن فوجدت أنها تشريفا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وتشريفا للداعين من بعده بأن جعلهم الله يقولون هذا الخير العظيم وهذه المعرفة الجمة فكانت كلمة قل أمر بالدعوة تشريفا للداعي وأما المقام الثالث وهو مقام أصحاب الشمال وهو أخس المقامات وأدونها وهم الذين يجوزون أن يكون واجب الوجود أكثر من واحد وأن يكون الإله أكثر من واحد فقرن لفظة الأحد بما تقدم ردا على هؤلاء وإبطالا لمقالاتهم فقيل لهم زجراً وتنبيهاً قل هو الله أحد الله الصمد فيه أيضاً مسائل المسألة الأولى ذكروا في تفسير الصمد وجهين الأول أنه المقصود فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نذلت هذه الصورة قالوا ما الصمد قال عليه السلام هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج وهذا قد فهمته العرب بلسانهم فكان يقول الشاعر منهم ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعم بن مسعود وبالسيد الصمد أي وبالسيد المعظم وقال أيضاً علوته بحسامي ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد أي أنت السيد المقصود لكرمه فالله الصمد هو تعالى السيد المعظم المقصود في دفع الحاجات وطلبها المتفرد بذاته الخالق للأشياء المستغن عنها والباقي على أسمائه وصفاته وأفعاله دون تغيير إذن فالله هو الصمد الذي يقصد في كل شيء ويرتجى منه الخير ويستغاث به من كل شر فهو الصمد على حاله والصمد في أفعاله والصمد في أقواله والصمد في أحكامه وسننه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا كل شيء حولنا يتغير حتى الأشخاص حتى الجمادات والله وحده هو الصمد والله إن هذا لخبر يدعو للطمأنينة وراحة البال بأن الله لا يغير سننه ولا يحابي أحدا فهو الصمد المتفرد بصموديته والمقصود دائما وهو على حاله لا يتغير في صفاته وأفعاله وأما قوله تعالى لم يلد ولم يولد ففيه سؤالات السؤال الأول لما قدم قوله لم يلد على قوله ولم يولد السؤال الثاني لماذا اقتصر على ذكر الماضي فقال لم يلد ولم يقل لن يلد السؤال الثالث لما قالها هنا لم يلد وقال في سورة بني إسرائيل ولم يتخذ ولدا السؤال الأول لما قدم قوله لم يلد على قوله ولم يولد الجواب إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد لأنهم ادعوا أن له ولدا وذلك لأن مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ولم يدعي أحد أن له والدا فلهذا السبب بدأ بالأهم أما السؤال الثاني لماذا اقتصر على ذكر الماضي فقال لم يلد ولم يقل لن يلد الجواب إنما اقتصر على ذلك لأنه ورد جوابا عن قولهم ولد الله والدليل عليه قوله تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم وهم إنهم قالوا ذلك في الماضي وردت الآية على وفق قولهم أما السؤال الثالث لما قال هاهنا لم يلد وقال في سورة بني إسرائيل ولم يتخذ ولدا الجواب أن الولد يكون على وجهين أحدهما أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيقي والثاني أن لا يكون متولدا منه ولكنه اتخذه ولدا ويسميه هذا الاسم وإن لم يكن ولدا له في الحقيقة كما كانوا قديما يتبنون الأبناء ويقولون هذا ولد يتخذه بالتبني فحرم الله ذلك ومنهم من قال إن الله اتخذ ولدا تشريفا له كما اتخذ إبراهيم خليلا تشريفا له فجاء كلامه جل وعلا يرد ذلك كله فقوله لم يلد فيه إشارة إلى نفي الولد الحقيقي وقوله لم يتخذ ولدا إشارة إلى نفي الولد الذي يتخذ للتشريف أو بالتبني ولهذا قال لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقال في سورة أخرى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني وكونه تعالى صمدا معناه كونه واجبا في ذاته ممتنع التغير ممتنع التغير في ذاته وجميع صفاته وإن كان كذلك فالأحادية وصمدية يوجبان نفي الولدية والمولودية ثم قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد قرئت كفوا بضم الكاف والفاء وقرئت كفوا بضم الكاف مع سكون الفاء وقرئت كفوا بكسر الكاف مع سكون الفاء وتقرأ بقلب الواوي همزة فيقال كفوا أو كف وهذه الآية ولم يكن له كفوا أحد كالتأكيد والتحقيق لما سبقها من الآيات واعلم أن هذه الصورة أربع آيات وفي ترتيبها أنواع من الفوائد الفائدة الأولى في هذا الترتيب أن أول الصورة يدل على أنه سبحانه واحد والصمد على أنه كريم رحيم لأنه لا يصمد إليه حتى يكون محسنا ولم يلد ولم يولد دالان على أنه غني على الإطلاق ومنزه عن التغيرات فلا يبخل بشيء أصلا ولا يكون وجوده لأجل جر نفع أو دفع ضر بل بمحض الإحسان وهو قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات الفائدة الثانية في هذا الترتيب نفى الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله أحد ونفى النقص والمغلوبية بلفظ الصمد ونفى المعلولية والعلية بلم يلد ولم يولد ونفى الأضضاد والأنداد بقوله ولم يكن له كفوا أحد فهذه الصورة كلها تنزيها لله عز وجل الفائدة الثالثة قوله تعالى أحد يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة والنصارى القائرين بالتثليث والصابئة في الأفلاك والآية الثانية تبطل مذهب من أثبت خالقا سوى الله لأنه لو وجد خالق آخر لما كان الحق مصمودا إليه في طلب جميع الحاجات والآية الثالثة تبطل مذهب اليهود في عزير والنصارى في المسيح والمشركين في أن الملائكة بنات الله والآية الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أكفاء له وشركاء فالصورة جميعا تنزيها لله الفائدة الرابعة أن هذه الصورة في حق الله مثل صورة الكوثر في حق الرسول لكن الطعن في حق الرسول كان سبب أنهم قالوا إنه أبتر لا ولد له وها هنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا لله ولدا وذلك لأن عدم الولد في حق الإنسان عيب ووجود الولد عيب في حق الله تعالى فلهذا السبب قال ها هنا قل حتى تكون ذابا عني وهذا تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قال بقوله من بعده وفي صورة إن أعطيناك فقال تعالى إنا أعطيناك أي أنا أقول ذلك الكلام حتى أكون أنا ذابا عنك تشريفا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة لله من بعده والله سبحانه وتعالى أعلم تشريفا 2 تشريفا 2 شكرا